السلام عليكم ازايكم يا اصحابي عاملين ايه? النهاردة هنكمل في كتاب الماسكي جي وان الترم الاول. اه الحقيقة من آآ 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 في تمارين آآ كلها اعادة على الحاجات اللي احنا اخدناها قبل كده. سيركل وكاونت ودرو ورايت وماتش وجوين. اللي هي الحاجات اللي احنا اخدناها قبل كده. فانا ما حبيتش آآ آآ اعيد شرحات تاني. فهبدأ من آآ آآ فورتي وان لحد فورتي تو. آآ اه هنا برده نفس الموضوع هو بيراجع على النمبر هو هنا بيدلي نومبر وعايزني اشوف من اللي في نائن واعمل عليه سيركل. 1,2,3,4,5,6,7,8,9. فهو الجروب ده فهعمل عليه سيركل. نفس الموضوع هنا. هنا بيقول لي different color dots according to the given number. هنا هلون الادوط بنائا على الرقم اللي هو مديوني. سيفن فانا هلون اول حاجة كده. الفايف اللي فوق اكيد هلونهم. فايف فايف ده ان ده فايف فريم. سيفن فهلون توا من تحت. وهه خلص التمرين. هنا برضو تشوز وكاونت برضو سهلة. ما فيها مشكلة. نيجي بقى الاهم حاجة اللي اسمها اديشن ستوري بروبلم. دي بتتكلم عن اللي هو الجمع. انا عندي علامة اسمها في نعرف بقى الحاجات اللي موجودة عندي مهمة جدا ان انا بقى اعرفها. عندي كلمة دي معناها الجمع. يعني اجمع. العلامة دي اسمها بلاس. العلامة دي اسمها ايكول. طيب يبقى تاني. في الادشن عندي كلمة اد. ادي يعني اجمع. العلامة دي اسمها بلاس. العلامة دي اسمها ايكول. في الادشن لازم الطفل يبقى عارب ان انا بحط البيجر نومبر. في المين بتاعتي في مخي. واللي سمولس نومبر على الهاند. انا في الادشن مثلا. لو المي سألتني او ماما اديتني نومبر ها اه. اه سري بلاس تيو ايكول ايه. المسألة بتقرأ كده. سري بلاس تيو ايكول كام. انا عندي هنا رقم كبير ورقم صغير. الرقم الكبير مين? سري يبقى ده. عجية او الغرار الغرار أو الغرار أو أبقاءه اللصيف اسمه ايه؟ انا اخذ الكبير هو 3 Leanne 3 ستعطي 3 في مخك ويظهر على الهند لديه على الهند انا مخي في كم عويلة في 3 ستعد ثلاث ستعد بعد ثلاث خلصت السبعين اللي معي او خلصت التول اللي معي او يبقى افتر سري تاني مخي في سري افتر سري فور خلصت التول لا ها فور فايف يبقى انا كده طلعوا كام طلعوا فايف طيب هو هنا بيجيب لي ستوري بيجيب لي قصة وبيبدأ بيخليني افهم القصة بيقول لي القصة بتاعتي the hungry prince الامير الجعين once there was a very hungry prince he asked the cooker to make some muffins the cookers give the prince two muffins ده له كام لابقى انا اول رقم عندي انا لما تجيني مسألة لفظية زي كده هعمل ايه هحط علامات على هكتبه اول نمبر عندي اهو هكتبه اول نمبر عندي ظهر لي هو نمبر تو اخدت نمبر تو انا لسه مش عارف العلامة اللي هحطها هنا ايه ايه انا عايز تاي انا جعان جدا طيب the cooker gave him three more انا قريت كلمة more هكتب هنا نمبر ثري انا كده ظهر لي رقمين شوف و ايه وثري godi say the hungry prince the hungry prince ate every one of them prince اكل كل الايه كل الموفنز how many muffins did the hungry prince eat at all بص بقى معايا انا عندي كلمة all اول ما شوفها دي كلمة يعني بتدل على الدشن بتدل على الجمع اه في خلال الفترة الجاية لما بيكون في اه 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 اللي هي المسائل اللفظية يعني بعمل ايه بركز جدا في السؤال اول ما شوف كلمة how many يبقى عايز عدد هاي ومين يكمل عدد ولما شوف كلمة اول يبقى هعمل اديشن هعمل ايه يا مسي يعني هعمل جمع فانا عندي ظهر لي رقمين ظهر لي two ظهر لي three فانا هعمل ايه هاخدهم كده حط علامة plus عشان انا شفت كلمة ايه شفت كلمة اول equal a two plus three فين bigger number three put three in your mind and two on your hands after three four five يبقى طلع كام five طيب هنا بيقولي بقى choose هه هاي طلع كام two or three or five طيب count and add then write the number هو هنا بيقولي هعد هو one two دول كام two and one two three four دول four فين the greatest number four put the greatest number او the bigger number in your mind حطيت دخل 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 احشرف ومخي وطلع two on my hand after four بعد الفور five six يبقى هكتب هنا كام six طيب هو هنا مسهلها عليا فانا اعد one two three four five six هو حط كله في circle واحدة او في شجرة واحدة وخلاني اعدهم بس افضل طريقة لتعليم الجمع للاطفال اديشن ان انا احط ال greatest number or bigger number in my mind وال smaller على الهند وهبدأ counting هنا one two three دول كام three كتبت عددهم وهنا one هكتب عددها three and one one two three four بطريقتنا put the greatest number in your mind put three in your mind and one on your hand after three four خلصت الفينجرز ايوه خلصت ايب انا كده خلصت يبقى كده هو four صح طيب four and three after four the greatest number in your mind four in your mind and three in your hand on your hand after four five six seven تلعوا كام seven هكتب هنا seven هنا five plus four after five five the greatest number five or four five yes put five in your mind and four on your hand after five battle five six seven eight nine هكتب هنا nine هنا بيقول لي هنا كام one two three هكتب هنا سري and يبقى الاند ديت معناها بلاس الاند ديت معناها بلاس يبقى فيه كلمة تانية بتدل على الكلمتين دول لما شوفهم يبقى هعمل يمس آآ طبعا التمرين سهل هنحله آآ هنكتب عدد كل حاجة كونت هكتب عدد كل حاجة وهعدها وهجمعها واكتب النتيجة هنا هنا واند هنا وان هكتب الوان آآ وان تو سري فور هكتب الفور فور وان افتر فور ها فايف فاكتب هنا فايف آآ التامين سهلا خلصوا طبعا كده خلصنا الفيديو بتاعي النهاردة اتمنى الفيديو يكون عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل جلس لو تشوفوني الاول مرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته